اشتركوا في القناة هذه الزيارات لما تسهم به في تفعيل اطر التعاون المشترك وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص العمل البرلماني والديمقراطي وتطرق جلالته خلال لقاء الى الانجازات الديمقراطية الرائدة والنجاحات المهمة التي حققتها البحرين ضمن المشروع الاصلاحي على اكثر من صعيد خاصة في المجالات البرلمانية واكدا ان المملكة ماضية قدما في نهج التطوير والتحديث للبناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية من اجل رفع وتقدم شعبها العزيزة مشددا ومشيدا جلالته بوصول المرأة البحرينية لرئاسة مجلس النواب الذي يعد حدثا تاريخيا وانجازا كبيرا على مستوى المنطقة اضافة الى انتخاب العديد من العضوات في مجلس النواب واشاد جلالته بما حققته المرأة البحرينية من انجازات وما وصلت اليه من مكانة عالية في مجتمعها وان هذه المكانة نابعة من كفاءتها ووعي اهل البحرين وتفهمهم واحترامهم لدوء المرأة منذ عقود طويلة مضيفا حفظه الله اننا في البحرين نعيشك اسرة واحدة متحابة ترحب بالجميع من مختلف شعوب العالم ويجدون فيها كرم الضيافة النابع من عادات وتقاليد شعبها الكريم متمنيا لرئيسة الاتحاد البرلماني الدولي كل التوفيق في زيارتها للمملكة للاطلاع على التجربة الديمقراطية الرائدة والنابعة من ارادة وقناعة اهل البحرين وتوافقهم عليها من جانبها عربت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي عن سعادتها بلقاء صاحب الجلالة الملك المفدى وزيارة البحرين مشهيدة بما تشهده المملكة من تطور وتقدم في مختلف المجالات خاصة الجانب البرلماني وتحقيق المرأة لدورها الكبير ومشاركتها في الحياة السياسية كما اشادت بالتعاون القائم بين الاتحاد البرلماني الدولي ومجلس النواب في البحرين معربة عن ترحيبها بانتخاب معالي السيدة فوزية زينل رئيسة مجلس النواب مما يعكس ما تتمتع به المرأة البحرينية من دور مهم ومكانة رفيعة في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر